الغزيرة الهائلة كانت تهطل من السماء فنوح قال لابنه اركب السفينة ماذا أجابه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله أنا أروح إلى جبل اتصور أن الجبل يعني أن يذهب الإنسان إلى الجبل مثلا هذا شنو يعصمه من الماء ما يدري أن الأرض هي التي أخرجت السماء نزل الماء من السماء ومن الأرض فارت الأرض بالماء أخطأ المنقذ الوحيد سفينة نوح مورتفع الجبل سآوي إلى جبل يعصمني إلى الماء وانتهى ماتئ بالنوح وصار عبرة لأنثم لنا إذن الإحساس بالخطر أمر النقطة الثانية أن يركب الإنسان السفينة الصحيحة أن يشرب الماء المعين الماء العاذب الزلال هكذا أهل البيت أن نعرف أن أهل البيت هم الطريق الوحيد الماء المعين هم أهل البيت سلام الله عليه لا نذهب إلى الشرق والغرب شرقه غربه لن تجد علما نافعا إلا هنا إلا عندنا كما يقول الإمام سلام الله عليه في مضمون الحديث الشريف واحد لا يذهب من هنا وهناك ليش واحد يخسر يمكن خمسين سنة من عمره أكثر بعدين يعرف أنه أخطأ الطريق إن عرف ذلك لا خليه من اليوم الأول يعرف ويعتقد بأن الأمور كلها بيد أهل البيت سلام الله عليهم بإرادة إلهية هذه إرادة إلهية إذا ذهب إلى باب أهل البيت سلام الله عليهم وطرق الباب تفتح له الباب قطعا سلام الله عليهم اشتركوا في القناة